السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درجة جديد من درسنا الهندسية هذا الدرس سيكون بعنوان شرح الاختيار التدخلي الذي يزعج الكثير وهذا على برامج AutoCAD أو ما يعرف بSelection Cycling سأتي إلى برامج AutoCAD كالعادة أنا أستخدم نصف 2018 أقوم برسم أي شكل عن طريق Polyline ويكون هذا الشكل الآن سأقوم بعمل عدة نوسخ له أو إنتر هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا بعد ذلك أعطي أي لون أو أعطي كل شكل لون معين هذا سأعطيه اللون مثلا أحمر هذا اللون أصفر هذا اللون الأخضر وهذا أعطيه اللون المجنت أوكي بعد ذلك أود أن أقوم بعمل تطبق لهذه الأشكال على الشكل الأول يعني سأضعها فوق بعضها سأقوم بعمل موف انتر نفس البيس بوينت هنا موف هذا الشكل أضعه فوق هذا نفس الشيء موف إلى هنا إلى هنا وهذا الشكل الآخر أوكي بعد ذلك أود استخراج هذه الأشكال كل شكل على حيضة يعني لو نأتي إلى هنا ستكون الطريقة جد صعبة لذلك سنلجع إلى السيلكشن سايكلين سأشرح هذا الخيار بطريقتين الخيار الأول سيكون طويل نوع الماء والخيار الثاني يكون جد مختص أوكي أبدأ بالاختيار الأول أأتي إلى هنا أضغط عليها أختار السيلكشن سايكلين أقوم بالتعليم عليها نلاحظ ثم الظهور هذه الأيقونة مثلا لو نأتي إلى هنا سأضغط علي لن نلاحظ أي شيء لكن لو نأتي إلى هنا نقوم بتفعيلها سأضغط عليها وأأتي إلى هنا أضغط هنا نلاحظ ثم ظهور جميع الأشكال مثلا اللون الأخضر أقوم بعمل مو أقوم بسحبه أضغط مرة أخرى هنا مثلا أود استخراج اللون الأحمر أو الشكل ذو اللون الأحمر مو تم استخراجه بسهول نفشي مو أو عفون أضغط عليها هنا أختار مثلا اللون الأصفر مو إلى الأزل وهكذا أوكي هذه هي الطريقة الأولى الآن سأقوم بعمل عنده هكذا بعد ذلك سأقوم بإلغاء تفعيل هذه أو تم الإلغاء لأننا عملنا عنده ثم نأتي إلى هنا نقوم بإلغاء تفعيلها نلاحظ ثم إخفاء هذه الأيقونة من هنا بعد ذلك ننتقل إلى الطريقة الثانية وهي الطريقة المختصة اختصار هذه المرحلة أو هذا الخيار هو كونترول سأضغط كونترول 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 ملاحظ هنا سأضغط كونترول 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 و نلاحظ هنا selection cycling أو لو نأتي إلى هنا مثلا سأقوم بعمل move إلى هنا سأضغط عليه نلاحظ ثم اختفاء selection cycling أوكي باختصار هذا الدرس لا تبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى